السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديد وصفدي ان شاء الله نقدم واحد الموضوع اللي في الحقيقة مهم مهم بزاف وهو الفرق ما بين الانانب المولودة في فصل الصيف في اخ اواخر او البداية دير فصل الصيف والانب المولودة في الجو بارد مهمش والشتاء والخريف والربع مهم الجو معتادل بارد او الجو بارد احنا نقوله الجو بارد احنا الصيف من الربع ممكن ان ندخله مع هذا الموضوع هذا الفرق وهو ان الانب اللي كتكون مولودة في فصل الصيف في الحقيقة ما كتكونش هيه ليك لاش انا شخم في الحلقات ديولي اه كنقول باللي من الاحسن ما تلاقحوش الانب ديالكم في فصل الصيف خليهم ياخدوا راحا ممكن ان الولادة ديالهم يجيهم لمراجي هذه معروفة القادية الخراء وهو ان المربين انين جربوا الانب اللي كتكون في فصل الصيف ما كتكونش عندها مناعة قوية بحالها بحال الفصل الشتاء ولكن ماذا حلم واحد غادي يقولك وهاد شي يعني كيفاش تفسروننا انا نقدر نفسر لكم علميا يعني بالعقل اي واحد عنده الانب وكي ربي الانب يفكر معايا انا غادي نقول لكم واحد فكرة وفكره معايا ان الارنب في فصل الصيف سمو كيدير كي كتقل الماكلة ديالو مني كتقل الماكلة ديالو حنا نديرو واحد الانثى ديال الارنب شد ولدت وحطيتي له انتايا الاكل في فصل الصيف هي الاكل ديالها ولا قليل سمو شنو ولا وخمتة هيك تحط لها الحويج اللي غادي دروا لها الحاليب هي ما كتاكلش مني ماكلاتش شنو غادي وقع انها هادك لا 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 يعني لا 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 الماكلة ديالها ما غا تكونش كافية بباش غادي تردع الصغار الصغار كيفاش كيكتسبو لا 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 يعني سموهما الانانب اللي صار حين الكسيبة خليني احنا من 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 تسمين هادك تسمين بوحده احنا كنا ندرع الانانب كيفاش كتكون صالحة كيفاش كتكون صالحة وهي الصغر ديالها الصغر ديالها ايلا مشت تحتها كانت كانت شربت الحليب بوحد الكيميات كبيرة كنوا متأكدين انهم غادي يكونوا صالحين كامهات وغادي يكونوا صالحين كذكور يعني الدكور كيكونوا تبارك الله وافيين كيكون يعني كي يعطي مرضوضية اكبر وكذلك النتوى النتوى كانت شربت الحليب مني كانت صغيرة مزيان كتولي كتكون ام صالحة مئة بالمئة كتكون كتولادة كتكون اي حاجة مهم كتعدبش المربي اي حاجة حطيتها كتولي كتتكون مزيان كتولي حيوية مهم كي يعني الصغار كيردعو الحليب مزيان كي كي يكونوا مزياني يعني لا في اي حاجة يعني تفصح ديالهم تفل الامراض ديالهم كتلاحظ ان مثلا مني كتكون الموت ضي السر كل شي انهم كي يبنلك كل نهار ولا جوج نبديك الفترات اللي كتكون فيها الموت يعني كفية ريح مثلا كتلقى هادوك اللي من بطن ديال ام اللي ولدت في بصل بارد كتكون هادوك يصبرو اكتر علش كي يصبرو اكتر لانهم تولدو في الجو بارد والام ديالهم كلات مزيان مني كلات مزيان ردعتهم مزيان منين ردعو مزيان صافي ولو يعني تصح ديالهم كلات مزيانة حلقة مهمة بزاف يعني حاولوا انكم حتى الناس اللي بغوا يديرو مشروع يعني يبدو مشروع ديالهم يحاولوا انهم ما يشيروش في اواخر ديال الصيف اواخر ديال الصيف شنو كتعنيه يعني تلت شهور الاخرى تلت شهور الاخرى يعني ارا تولد في الصيف الى تولد في الصيف ارا ما عندوش المناعة كافية انه يكون ارنبي يعني صحيح لا بالنسبة لبضاكار لا بالنسبة للانثة وخصوصا للانثة يعني الانثة عندها المراحل الولادة ديالها وكيفش كتتتعامل مع الرضاعة وكيفش كتتتردع ولداتها وكتكون ام يعني بالصح واقفة مزيان الى كانت في الصغر ديالها عندها المناعة وكتسبت هذه المناعة انها تقاوم جميع الامراض مشية تكون على سببه يعني هي امها هي حاملة ولكن على سببه يعني كتلقاها شوية مشي حيوية ناقصة انت كتعطيها الماكلة بزاف بحرية الله كتاكل مهم كتكون مشية هذه اذا حاولوا انكم تفكروا في هذه النقطة جيدا يعني انا حاولت ان نبسط لكم الفكرة يعني الاني بالمولودة فصل الصيف ماشي هي الاني بالمولودة في فصل يعني الشتاء او الربيع او الخارف الصيف حاولوا انكم تشريوش الاني بدياله لانهم ما يكونوا صادقين وحتى الحجم ديالهم ما يكونوش كيكبرو دغير علاش لانهم ما اكتسبوش مناعة منين كانوا صغر اذا الحلقة ديان هيا هدي راي حلقة مهمة فكروفا الموضوع مزيان او الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركو معنا قناة او مزيانه جميله غادي ابدأ ديالكم كنشكركم بساف او او تكيوو علا متنسوناش بزير جام و او 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 نشكركم على التعاليق طيبة ديالكم الكتابة ديالكم الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله شكرا